خلينا نبدأ مع حضراتكم ونقول سهد رئيس نهاردة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي الافتتاح الخاص بمحطة تحيا مصر وطبعا هي متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية الكبير وتم رفع العلم المصري على سفينة وادي الملوك وهي أكبر وأحدث صفن الأسطول التجاري المصري الحقيقة كان شيء جميل وطبعا ده كان في إطار خطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي من خلال مشروعات قومية عملاقة بتشمل إنشاء عدد من المحاور والممرات اللوجستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط وفي سيناء وتشييد أيضا الموانئ المتطورة والمناطق الصناعية مع تحديث منظومات الإدارة والجمارك لزيادة التنفسية وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها كمان شهد سيد رئيس أيضا عبر الفيديو كونفرنس افتتاح عدد من المشروعات القومية شملت ميناء 6 أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان بطاقة استيعابية تصل إلى 720 ألف حوايا كما افتتح أيضا سيد رئيس ميناء السلوم البري على مساحة 286 وطبعا زي ما انتم عارفين ده أكبر ميناء بري في مصر افتتح أيضا سيد الرئيس رصيف الأخشاب والغلال بميناء الأسكندرية بمساحة تخزينية 40 ألف متر مسطح كل الأرقام دي بتأكد لك أن انت بقى عندك يعني مساحة تجارية أكبر عندك لوجستيات اللوجستيات اللي هي خدمات الخاصة بتقدم هناك فيه النقل البحري بشكل كبير